السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا بحضرتكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من ملتقى الفكر الإسلامي والذي يأتي برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الحقيقة عنوان هذه الحلقة من الملتقى عنوان في غاية الأهمية ويأتي للحفاظ على الكيان البشري والإنساني وهو غاية النظام والشريعة الإسلامية عناية الإسلام بصحة الإنسان في كل وقت وفي كل أمر هي من الأمور الهامة جدا التي لا بد أن ينتبه إليها الإنسان بشكل كبير جدا عند الحديث عن العناية لم تقتصر فقط بالمظاهر الإيمانية أو الروحية ولكن جاءت المظاهر الجسدية والفكرية والعقلية حتى تضمن وجود إنسان مسلم قوي جاء في محكم الكتاب قول الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم ومن هذا المنطلق نبدأ حلقة اليوم من ملتقى الفكر الإسلامي وأتشرف بوجود ضيفي الكريمين فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة الأظهر الشريف وأيضا الشيخ حازم جلال إمام مسجد الحبيب المصطفى أهلا بحضرتكم ونتشرف بوجود حضرتكم في ملتقى الفكر الإسلامي فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان نبدأ من العيناية الكاملة للإسلام بصحة الإنسان أزاكم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واتبع طريقته إلى يوم الدين وبعد فإن الإسلام عني عناية بالغة بصحة الإنسان لأن الإسلام دين تكاملي ما ركز على جانب وترك جانب آخر وإنما ركز على كل ما يتطلبه الإنسان دنيا ودين وعلى كل ما يكون سببا في عمارة الأرض وبقاء الإنسان ومن مظاهر عناية الإسلام بصحة الإنسان أنه أمر بالنظافة والطهارة بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الطهور شطر الإيمان واشترط ربنا جل وعلا لصحة كثير من العبادات الطهارة فالصلاة مثلا لا تقبل إلا بطهارة المكان والثوب والمصل كذلك نجد الإسلام يأمر بنظافة كل ما في الكون حفاظا على صحة الإنسان أمر بنظافة البيوت والأثنية والطرق والشوارع حفاظا على صحة الإنسان أمر بالمحافظة على الماء حتى لا يصاب بتلوس حفاظا على صحة الإنسان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسلم من أن يكون سببا لإلحاق ضرر أو إيذاء بأخيه المسلم عن طريق عدم المحافظة على البيئة لأنه يترتب على ذلك إلحاق ضرر جسيم بصحة الإنسان فعلى سبيل المثال نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يبول الإنسان في الماء الراقد أو الماء الجاري حتى لا يصاب الماء بالجراسيم والأوبيه والأمراض التي تكون سببا لانتشار العدوى كذلك نهى ديننا الحنيف من أن يستعمل الإنسان الطريق فيما يكون سببا لإلحاق أو إيقاع ضرر بالمارة نهى عن البول أو التبرز في الطرقات وعد ذلك سبب من أسباب اللعن أي من الأسباب التي توجب أن يلعن الفاعل بسببها أمر الإسلام بنظافة السوب وأمر بنظافة البدن حفاظا على الصحة الجسدية بل إن غسل الجسد قال كثير من العلماء أنه فرض وواجب على الأقل في كل سبعة أيام مرة فقد ذهب كثير من العلماء إلى أن غسل الجمعة واجب على كل محتل كذلك أمرنا ديننا الحنيف بأن نهتم بنظافة الفم والأسنان حتى لا تكون تلك الفضلات المتبقية من أثر الطعام أو بقية الطعام سببا في انتشار الجراسيم التي تضر بصحة الإنسان فقال صلى الله عليه وسلم لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة السواك أو الفرشة أو ما يقوم مقامهما فيه حظ وحس على أن يستعمل الإنسان هذه الأدوات لنظافة الفم كذلك الرأس أمرنا ديننا الحنيف بأن من كان له شعر فليكرم سيد نجاب رضي الله عنه يقول زارني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا أشعس الرأس فقال صلى الله عليه وسلم أما يجد هذا ما ينظف به رأسه كذلك أمرنا بالعناية بالسياب بأن تكون طاهرة نظيفة أيضا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سيابه وسخة فقال صلى الله عليه وسلم أما يجد هذا ما يغسل به ثوبه كذلك الدين الإسلامي أول من تنبه إلى مبدأ العزل الصحي أو الحجر الصحي وأمرنا بأن نأخذ بكل الوسائل والأسباب التي هي مظنة للاحتراز من وقوع الأمراض قبل انتشارها مما يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا سمعنا بوقوع الطاعون أو ما يعادله من أي وباء فالتاك في مكان لا ندخل هذا المكان حفاظا على أنفسنا وإذا وقع هذا الوباء ونحن في أرض أو في مكان لا نخرج منه حفاظا على الصحة بل إن الوقاية من انتشار الأمراض ذهب بها الإسلام إلى أبعد من العناية بصحة الإنسان بل العناية والمحافظة على صحة الحيوات عندما قال صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على صحة الرؤية الثانية معنى ذلك أن هناك صاحب الإبل أو صاحب الغنم الذي يوجد في إبله أو في غنمه بعض الغنم أو الإبل الذي أصيب بمرض عند سقيا الماء عند الورود على الماء لا يختلط هذا المريض بذلك المصح حفاظا على عدم انتشار العدوى كذلك من باب المحافظة أيضا على عدم انتشار العدوى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شرب الماء أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نشرب الماء على سلاسة مرات لماذا؟ على سلاس مرات لماذا؟ حتى لا يتنفس الإنسان في الإناء فيترتب على ذلك إصابة الماء ببعض الجراسيم التي تضر بالماء وتلوزه كذلك ديننا الحنيف أمرنا بأن نعتني بسنن الفطر ما هي سنن الفطر؟ قص الشارب تقليم الأظافر، حلق العانى، نطف الإبط لماذا؟ لأن من يحافظ على هذه الأمور دليل على محافظته على صحته وعلى نظافته وعلى صحة ونظافة غير على سبيل المثال قص الشارب لو طال الشارب لغمس في الشرب أو في الماء ترتب على ذلك إصابة المبأ ببعض الجراسيم التي تكون على الشارب من جراء المؤسسات الخارجية أو العوامل الخارجية أيضا حلق العانى، الشعر في هذا المكان قريب من النجاس أو طرق كان سببا في نمو الجراسيم أيضا حلق الإبط وكذلك كل سنن الفطرة نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حظنا على التمسك بها لأنها تكون سببا في أن يقي الإنسان نفسه وغيره من المضار ومن الإيزاء كذلك من مظاهر عناية الإسلام بالصحة أن ديننا الحنيف أمرنا بالتداوي فسئل صلى الله عليه وسلم أن تداوى يا رسول الله قال يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل ما أنزل داءً إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في بعض الأحاديث إلى أنواع من العلاج ومن الدواء وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعالج يتداوى وكان يداوي غيره أولا بالطب الطبيعي الأشياء الطبيعية والأمور المصطنعة التي تساوي الآن العقاقير والمستحضرات الطبية وكان يتداوى بالأمور الإلهية الصلاة بالزكر بقراءة الكرآن الكريم بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الأحاديث بعض أنواع العلاج أو وسائل العلاج أو التداوي الحب السوداء العسل الحجامة ونحن لا نقول نقتصر على هذه الأمور فقط بل نأخذ بكل أسباب الطب والتداوي لا نترك سببا من الأسباب هو مظنة للشفاء إلا وأخذنا به هذا يدل على أن الدين الإسلامي ليس دين تواكل وإنما دين توكل صحيح لا بد أن تأخذ بكل الأسباب التي هي مظنة للشفاء من ذلك المرض أيضا ديننا الحنيف أمرنا بأن نأخذ بكل الوسائل والإجراءات الاحترازية عند انتشار الأوبية أو الأمراض حتى نكون من أهم الأسباب في عدم انتشار الأمراض الآن أصيب العالم كله بتلك الوباء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع كورونا نجد بعض الناس يتساهلون في هذا الأمر ويروجون لإشاعات بأن المصل يترتب عليه كذا وكذا وأن هذا الفيروس مفتعل نقول لهم اتقوا الله عز وجل في أنفسكم وفي أهلكم وفي المجتمع فإن ديننا الإسلام نهى أن يكون المسلم سببا لإلحاق ضرر بنفسه فضلا عن أن يكون سببا لإلحاق ضرر بغيره واجب علينا أن نأخذ بكل الإجراءات الاحترازية التي هي مظنة للشفاء من هذا المرض أو التي هي مظنة لعدم إصابتنا بهذا المرض ولا نتكاسل ولا نتواكل ونقول إن الشافي والله سبحانه وتعالى فقد ثبت بما لا يدعو مجال للشك بأن هذا الوباء خطير فتاك قاتل فلابد أن نأخذ بالأسباب التي هي مظنة للنجاح وللمحافظة على عدم انتشار الأمراض ونحن مع رأي الطب ما يقول به الطب عند انتشار الأوبيه أو الأمراض أو الجرسيم نحن نطالبون أن نأخذ به ولا مجال الاجتهاد غير الأطباء في هذا الأمر لأنهم أهل التخصص في هذا الأمر لو نظرنا إلى العبادات نجد العبادات لها أثر على صحة الإنسان على سبيل المثال الصلاة نجد أن الصلاة لها أثر كبير على صحة الإنسان النفسية والجسدي لذلك يقولون أن الإنسان عندما يكون في سجوده في هذا الوقت يصل الدم بأقوى تدفق إلى كل أعضاء الجسد يساعد على الحيوية وعلى النشاط الاستيقاظ صلاة الفجر يقلل من إصابة الإنسان بالجلطات أيضا الصيام الصيام صحة بالمعنى العام وإن كان علماء الحديث قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم صومت صح حديث يعني فيه ضعف إلا أن الواقع العملي والطبي يؤكد صحة هذا الحديث عن طريق الإجراءات التي قام بها بعض الأطباء والبحوث التي أجريت على الصائمين سبت بأن الصيام فعلا هو من أكبر الأسباب التي هي مظنة للتحصيل صحة الإنسان ولوقايته من كثير من الأمراض الصيام يقوي جهاز المناعة الصيام يحافظ على الجهاز الهضم ويقويه عندما تكون عندك آلة تعمل طيلة أحد عشر شهرا لا تتوقف أو تعمل على فترات متواصلة تصاب بتعب وبقلة في المجهود والنشاط عندما تستريح أو عندما تريح هذه الآلة بعض الوقت شهر مثلا تستجمع كل نشاطها وقوتها وتعود أكثر هكذا الجهاز الهضمي عندما نريحه في شهر رمضان يستطيع أن يقوم بوظائفه وأن يجدد نشاطه وحيوياته أيضا الصيام من أهم الوسائل لإخراج السموم والأشياء الضارة من الجسد أيضا الصيام من أسباب زهاب السمنة الصيام سبب في شفاء مرضى القلب والسكر وكثير من الأمراض هذا دليل على أن العبادات شريعت في الإسلام ليس من أجل تحصيل السواب الأخراوي ولكن محافظة على صحة الإنسان ديننا الحنيف شرع كثير من القواعد المهمة التي يجب على المسلمين أن يتمسكوا بها حفاظا على صحتهم وعلى صحة غيرهم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لا يصح أن يكون المسلم بحل من الأحوال سبب في انتشار عدوى أو نقل الجراسيم أو يكون سبب في إلحاق ضرر بغيره لذلك واجبنا على المسلم أن يحافظ على الآداب العامة يحافظ على نظافة الطريق لا يلقي بالقمامة الكاذورات لا يلقي بالمخلفات في نهر النيل أو لا يلقي بالأشياء التي تكون سببا لانتشار الجراسيم أو لتلويس المياد لا يتبول لا يتغوط في الطريق العام أو في مكان ظل الناس فقد قال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنيني قالوا وما اللاعنان يا رسول الله الذي يتخلى في طرق الناس وفي ظلهم أو في رواية تخلى في طرق الناس وفي الماء هذه أسباب لعنة واجبنا على المسلم أن لا يكون إلا مصدر خير يكون بعيد كل البوع عن إلحاق ضرر بعين هذا لا يكون إلا إذا تمسك المسلم بتوجيهات ديننا الحنيف وخاصة فيما يشمل النظافة أو الطهارة وقد مدح الله عز وجل المتطهرين كما ذكرت ساعتك مدح أهل القباء لأنهم يحافظون على الطهارة لا تقوم فيه أبدا لمسجد أس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام فتح الله عليكم فضيلة أستاذ الدكتور رمضان حسان والحقيقة أبدأ سؤالي من حيث انتهى فضيلة الدكتور رمضان حسان مع فضيلة الشيخ حازم جلال والعناية الكاملة للإسلام بصحة الإنسان والحقيقة جاءت هذه العناية بشكل كامل وبشكل دقيق ومفصل لكل الأمور التي تحيد بالإنسان سواء كانت الأمور النفسية الفكرية الجسدية ولابد من الالتزام الحقيقي وتدبر القرآن الكريم بشكل واقعي وبشكل تطبيقي وأيضا الاقتداء بسنة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا الأمر كيف يحافظ الإنسان على صحته وكيف يعرف المعنى الحقيقي للحكمة الإلهية من الحفاظ على النفس البشرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين وعلى آله وصحبي أجمعين سر الأسرار ونور الأنوار وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطهار بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله لو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بداية سيدي يا رسول الله أرجى الحديث بسيرة المختار وتعطرب بأريجه أشعاري يا سيدي لم ألف غيرك من يجيب إذا دعي أو من يكيل إذا ذللت عساري فامدد يمينك بالعطاء وبالندى وحب الفقير بفيضها المدرار لعمل حضراتكم بخير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في حضراتكم وحقيقة كما استمعنا واستمتعنا من شيخنا وأستاذنا المبارك فضيلة الأستاذ دكتور رمضان الذي شنف الآذان بهذا الحديث الماتع والذي به شرح الله تبارك وتعالى الصدور فنزل كلامه على قلوبنا غضا طريا ينساب سياب الماء العازب فانشرحت الصدور وأنار العقول ونزلت القطف متدنية نأخذ قطفا ما غاص فيه أستاذنا وأستأذنه في الكلام فإن أذن لي فهو شيخ وأستاذي الله يبارك فيكم أستاذنا وبالنسبة لسؤال حضرتك أستاذنا الكريم الإسلام دين يدعو إلى النظافة دين يدعو إلى السماحة دين يدعو إلى الحفاظ على الإنسان لأن الإنسان صناعة الحق سبحانه وتعالى قال ربنا ولقد كرمنا بني آدم ويقول الإمام العز بن عبد السلام اعلم أن الله لم يشرع حقما من الأحكام إلا لمصلحة عاجلة أو آجلة أو هما معا تفضلا منه على عباده وليس من أثير اللطف ولا الرحمة ولا الساعة أن يكلف عباده المشاق بغير مصلحة عاجلة أو آجلة فحينما شرع أو شرع ربنا سبحانه وتعالى الحديث عن النظافة فهذا من باب صحة الإنسان لأن هذه النفس ليست ملكا لي إنما هي ملك للحق سبحانه وتعالى والحفاظ على هذه النفس أمر واجب فإذا ما قصر الإنسان في هذا الأمر حاسبه الله سبحانه وتعالى قال الله ولا تلكوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه سيدنا ابن عباس لا ضرر ولا ضرار وهذه القاعدة التي استخرجها الأسليون من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما ثبت ضرره ثبت تحريمه وبالتالي حينما ننظر إلى الحديث عن الطعام والشراب ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كل من طيباتي ما رزقناكم الذي رزق هو الله سبحانه وتعالى والذي يعطي هو الله سبحانه وتعالى لكن إذا قصر الإنسان وخالف هذا المنهج الإلهي المتمثل في افعل ولا تفعل الذي جاء لمسيارة الحياة دخل في الضرر بمعنى إذا زاد الإنسان عن طبيعته قد يؤدي بالضرر وبالتالي حرام عليه لأن الله قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين فالإصرف في هذا الأمر يؤدي بالضرر للإنسان وبالتالي لا يجوز فهذا من باب الحفاظ أي نعم الله أحل الطعام والشراب لا خلاف على ذلك لكن فيما ينفعك لا فيما يضرك فيما يأخذ بيدك إلى القوة والنشاط لا فيما يأخذ بيدك إلى التكاسل والركود والخمول وبالتالي سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعن شرر له من بطنه ثم نظم هذا العمل صلى الله على حضرته وآله فإذا ما صار الإنسان على هذا المنهج سعد في الدنيا والآخرة إذا ما نظرنا إلى الحديث في القرآن الكريم وفي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب أو عن النظافة والطهارة كما ذكر أستاذنا الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها المدثر صلى الله على حضرته وآله كن فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر إذن أمر بتنظافة الثياب إن الله جميل يحب الجمال فهذا من عناية الإسلام بصحة الإنسان وبمظهر الإنسان وبكيان الإنسان وبكينونة الإنسان لأن هذا تكريم للحق سبحانه وتعالى وثيابك والرجز فهجر أي كل هذه الأمور أو الأمور السيئة فهجرها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يؤدل الضر من هذه النفط أهجرها يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إلهي لسيدنا رسول الله وكما تعلمنا من شيخنا وأستاذنا كل خطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمة سيدنا رسول الله ما لم يكن هناك مخصص يخصص هذا الخطاب حينما ننظر في القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتعاون فيما بيننا وفيما يؤدي إلى النفع العام وفيما يؤدي إلى الحفاظ لا إلى التهلكة فحينما ينتحر الإنسان وحينما يقدم الإنسان على الانتحار أو غير ذلك بآلة أو غيرها فهذا ضرر والله سيحاسبه على هذا لأن الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار على أخيه بحديثة فإن الملائكة تلعانه من قتل نفسه بحديثة أو بغيرها عذب بها في النار يوم القيامة هكذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كل هذا أستاذنا الكريم من باب الحفاظ على صحة الإنسان سواء كان في المأكل أو في المشرب أو في النظافة أو في العبادات حتى العبادات الصيام مثلا على سبيل المثال الله سبحانه وتعالى حينما قال في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وعندنا في القرآن الكريم 86 نداء وجه للذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا بداية يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وانظرنا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا ونهاية بقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ما بين هذين النداء نجد أن الحق سبحانه وتعالى قد وجه النداء بالصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما أكتب على الذين من قبلكم لي لعلكم تتقون تتكون أياما معدودات أي هذه الأيام اختلموها لا تضيعوها في القيل والقال ولذلك أنا أأسف كثيرا وأحزن كثيرا حينما تأتي هذه الأيام المباركة وأجل كثيرا من الناس يلهون أو يلعبون أو يتكاسلون فهذه أيام معدودة والله نبهنا إليها فقال لعلكم تتكون بصفة عامة بس أياما معدودة هذه الأيام معدودة اختلموا الصحة فيها هل ستدري ستعيش لا ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمة تاني فيما أخرجه الإمام البخاري من رواية سيدة ابن عباس نعمة تاني ما هما يا سيدي يا رسول الله ودقك معي أيها المشاهد الكريم في بداية الحديث قال لك نعمة تاني مخبول فيهما كثير من الناس ما هما يا سيدي يا رسول الله الصحة والفراغ والمعنى أن من وظف الصحة والفراغ في خيري الدنيا والآخرة فهو المخبوط أي المكافأ ومن لم يوظف الصحة والفراغ في خيري الدنيا والآخرة فهو المخبول أي الخسران لذلك رب يقول لك من عمل صالحا فلنفسي ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ربنا سبحانه وتعالى قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فهذا العمل إذا وظفته من خلال الحفاظ على صحتك في أيام الصيام نجد أن الله جعل ثماني قواعد في هذه الآيات أول حق لعلكم تتكون أياما معدودات نجد الحق سبحانه وتعالى يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أي رعى الحق سبحانه وتعالى أصحاب الأعذار وكبار السن فإذا ما كان الإنسان كبيرا في السن لا يستطيع الصيام وأمره الطبيب بذلك لأنه سيؤثر على صحته يحرم عليه في هذه الحالة فالصيام يعتريه الأحكام التكلفية الخمس الواجب والمندوب والجاز المستعب والحرام والمكروه فإذا ما قال الطبيب لهذا الإنسان إذا صمت إذا كان من أهل الأعذار أو من كبار السن أو من أصحاب الأمراض المذمن إذا صمت ستؤدي بنفسك إلى التهلكة أي ستموت يحرم عليه الصيام في هذه الحالة لأن صحة الصحة الإنسان مقدمة على صحة الأبدان صحية لا يفتح عليك طبعا صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان وبالتالي يجب على الإنسان أن يقف موقفا فيه تنبيه وفيه عقل وفيه تفكير مع آيات الله وعلى الذين يطيقونه لا يستطيعون الصيام فدية طعام مسكين ما أعظم هذا الدين ما أكرم هذا الدين الذي يراعي الصغير والكبير الصحيح والسقيم إن دين الله يسر وليشاد الدين أحد إلا غلبه هكذا علمنا حبيب صلى الله عليه وسلم ثم تأتي الآيات وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين شوف ما القرآن بلك مش عز يحرم برض فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان ما فيه من الخيرات وما فيه من البركات وما فيه من النفحات وما فيه من العطايا وما فيه من الخيرات والبركات التي تتنزل من قبل رب الأرض والسماوات على أمة سيدنا صلى الله عليه وسلم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر في اليسر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ليه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر يعني ربنا سبحانه وتعالى الذي شرع العبادات وشرع المعاملات يعلم أن الإنسان إذا كان مريض لا يستطيع أو على سفر لا يستطيع رخص الله سبحانه وتعالى له السفر أن يفتر ورخص الله له سبحانه وتعالى لكن الإنسان يستطيع أنه في حالة سفر بالطائرة أو بالسيارة أو بكذا أو بكذا فمراعاة الفروق التوقيت أو مراعاة الظروف ما بين الأصالة والمعاصرة يعني ما كان على العدل سيدنا الرسول ليه صلى الله عليه وسلم كان يركبون الإبل وكذا 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 فكان السفر في شرق أما الآن الإنسان يستطيع أن يسافر من دولة إلى أخرى في ساعتين أو أقل من ساعتين طب أنا إذا أخذت بالرخصة لا شيء علي طب وإذا أتممت هنا بقى الحق سبحانه وتعالى في قوله وأن تصوموا خير لكم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى كل هذا يريد الله بكم العصر ولا يريد بكم العصر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ثماني حكم أوجدها الله سبحانه وتعالى وهذا رد على الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى ما شرع الصيام إلا لتعذيب الإنسان أقول يا هذا الله سبحانه وتعالى ما شرع أمرا أو عبادة إلا لمصلحة الإنسان فحينما يصوم الإنسان أحيانا يقول الطبيب لأصحاب المرض صم لماذا؟ صم تصح فحينما يصوم الإنسان في فترة معينة يحافظ على صحته فليس هذا ضرر أما كون الضرر يكون من خلالي أنا حينما يصوم الإنسان يأتي إلى الإفطار فيأكل ولا يلقي بالا حينما يأكل أو يشرب وبالتالي يتقاعس لا يصلي لا يقوم لديه وخم أو كسل لا يقاوم لا يستطيع الحركة لا يستطيع العمل رمضان بيكسل لا يكسل حضرتك التصرفات الخطأ من عندك أنت الحكمة الإلهية والتشريع الإلهي زي ما زحدك ذكرت إيه الحكم من حفاظ على صحة الإنسان هذه حكمة من ضمن الحكرة لعلكم تتكون وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكن مراعاة أحوالي الكبير والصغير ومراعاة أهل المرض كذلك شهر رمضان كذلك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم عصر تكمل العدة تكبر الله على مهداكم لعلكم تشكرون وإذا سألك بعد كل عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فالله شرع هذا من أجل الحفاظ على الإنسان العبادات الصلاة الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة صلتين صلاة مكتوبة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة والصلاة على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله على حضرته وآله تقبل منك بغير وضوء أما الصلاة المفهودة المكتوبة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هكذا قال رلانا ربنا في سورة البقرة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت إذا لم يستطع الإنسان أن يصلي واقفا لمرض أو لعذر فليصلي قاعدة أليس هذا تيسير وحفظه على صحة الإنسان لم يحرمه من الثواب الله سبحانه وتعالى لم يضيق على عباده الذي يضيق والذي يشدد هو الإنسان أما الله إن الله رؤوف بالعباد الله رؤوف بعباده الله لطيف بعباده ومن لطف لطيف أنه راعى الإنسان وصحة الإنسان فإنسان لا يستطيع أن يصلي واقفا لعذر أو لمرض أصاب فليصلي قاعدة لم يستطع فليصلي على جنب لم يستطع فليصلي فلم يستطع بعيني لم يستطع فبأنين قلبه وذلك أضعفه شيء سبحانه الله لماذا الصلاة لأن الصلاة هي الهدية من الله لسيدنا رسول الله فحق على الكريم أن يكرم أضيافه الله فالله قد أكرم حضرات النبي صلى الله عليه وسلم في رحلات الإسرائي والمداخلة بسيطة حضرات النبي صلى الله عليه وسلم في رحلات الإسرائي والمعرك وجعل هذه الصلاة هدية لأمتي ومع ذلك كل التكلفات والعبادات أخذها حبيبنا صلى الله عليه وسلم بوسط أموات جبريل إلا صلاة أخذها من الله سبحانه وتعالى ومع ذلك الله رعى فيها كما رعى في جميع العبادات صحة الإنسان والمحافظة على الإنسان سيدنا عمران بن حصين جاء إلى سيدنا رسول الله كما أخرج الإمام البخاري وذلك في صحيحه يشتكي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرض البوسيل أصابه مرض يا رسول الله لا أستطيع أن أصلي واقفا قال له صلي قاعدا فإن لم تستطع على أجم شوفوا الرخصة تيسير أليس هذا من الحفاظ من الحفاظ على صحة الإنسان الاغتسال كما ذكر شيخنا وأستاذنا الكريم المبارك إذا قال الطبيب للإنسان إذا أصابه يعني كان من أهل الحركة أعزنا الله نسأل الله السلامة لكل جميع الناس أو أصحاب الأمراض التي لا يمكن أن تقبل الماء فقال له الطبيب لا تستعمل الماء دقك النظر معي لا تستعمل الماء لأنك لو استعملته في هذه الحالة سيؤدي بك إلى الوفاء أو إلى الضر في هذه الحالة لا يجزلك يحرم عليه لكن واحد سليم البدن الله أمره بالاختسال وبالنظافة وحدث بالفعل وحدث وبالطهارة صحيح وهذه حدثت صحيح حينما كانوا الصحابة رضوان الله عليهم الحديث في الصحاح كانوا في رحلة وفي سفر فقع واحد على رأسه فشد رأسه فلما شج نام فاحتلم فلما استيقظ قال لهم هل لي من رخصة أم أختسل قالوا لا بل اختسل فلما اختسل مرض فمات فلما علم الحبيب صلى الله على حضراته وآله قال قتلوه قتلوه قاتلهم الله هل لا سألوا فعلموا قتلوه له بفتوى لو علموا لأخذوا بالرخصة صحيح صحيح ربنا سبحانه وتعالى حتى في الصلاة ما فيش عندك ماء تيمن أليس هذا من باب التيسير والحفاظ على صحة الإنسان أليس هذا من باب العناية بالإنسان يبقى في مأكله وفي مشربه وفي صحته وفي حياته وفي ما ينفعه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما نقف مع سيدنا في أحاديثه نجد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدني عنده قوت يومه فكأن ماء حيزت له الدنيا بحزافيريا والله يكفي هذا الحديث من كلام سيدنا صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سرب الأمن والأمان معافا في بدني الإنسان ربنا سبحانه وتعالى جعله من أهل الصحة من أهل الخير ويتوفر لديه الصحة خلي بالك الصحة من الله سبحانه وتعالى من تدعى المرض مرض ومن زكى عنها فالصحة لها زكاة وزكاة وها فعل الخير والجوارح لها زكاة وزكاة وها فعل الخير يا أيها الذين آمنوا ركعوا وسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك خلي بلكه وكذلك الإسلام رعى شباب الإنسان وهذا من صحته فيما أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك أن سيدنا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ينبه ونوه إلى هذا الأمر في حديث شريف اختنم خمسا قبل خمسا شبابك قبل هرمك صحتك قبل سقمك غناك قبل فقرك حياتك قبل موتك فراغك قبل شغلك صحتك نسأل عن نعم سنسأل عن الجميع سيسأل عن هذه النعمة لأنها نعم من الحق سبحانه وتعالى انظر إلى فقد هذه النعمة وانظر إلي وأنا أتعجب من الذين يدخنون أو من الذين يسيرون في الطرقات دون الحفاظ أو يشربون أو كذا أو كذا من المخدرات أو يقبلون على الانتحار أو يقبلون على كل ما يضر بصحتهم يا هذا ستسأل أمام الله سبحانك وتعالى ستسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا عن هذه الصحة فيما ضيعتها فيما أصرفت فيها وفيما أصرفت عليها من ما يضرها حافظ عليها اختنمها في طاعة الله سبحانه وتعالى والله ما سبق الأولون إلا بطاعتهم لله فمن والى الله طاعة والاه الله رعاية وحماية وكفاية وحراسة وولاية من والى الله طاعة والاه الله عناية وحماية وحراسة وكفاية الله لأنك وليت الله سبحانه وتعالى بعض الناس يسألون أو يدور في آذانهم الآن يقولون كأننا أو كأنك تريد الآن أن ننشغل بالعبادة ليلة نهار ولا نعمل ولا نسير ولا نأخذ أموالا ولا نأكل ولا نشرب هذا كلام بطل جولاتنا وتفصيل من قال هذا لكن أقول لك حافظ على صحتك الصحة تاغ على رؤوس الأصحاء حتى حينما ينزل والإنسان داء سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى عباد الله فما خلق الله أو فما جعل الله من دان إلا وجعل له دواء فالإنسان يحافظ على صحة أمور كثيرة في عمل الخير بكل ما يضره يبتعد عنه كل ما لا ينفع يبتعد عنه كل ما يؤدي إلى الضرر من قريب أو من بعيد لا يلتفت إليه إنما ماذا يصنع يعمل إيه خليك مع الله سبحانه وتعالى شوف عملك انتبه جيدا حافظ على صحتك على هذه الصحة والله العظيم أحيانا أخلي بالك الدنيا ليست الأموال بس كثير من الناس عنده الأموال الكثير والكثير ولكن لا يستطيع أن يصلي صحيح لا يستطيع أن يقوم الصحة رزق هي رزق لأنه فرط فيها وصغير لم يحافظ عليها إذا حافظ الإنسان على صحته في الصغر كانت متوفرة له في الكبر راعته في الكبر إن من الناس ناسا من أجدادي وأجدادي وجداتي وجدات كبار في السن لكن منهم الجاوز الستين والسبعين والثماني لكنه يصلي ويقوم ويتحرك ويسير إلى المسجد وتذهب إلى الأسواق وكذا 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 لماذا؟ لأنها حافظت على صحتها في الصغر فتوفرت وراعتها أي صحة راعتها في الكبر سبحان الله فمن حافظ على صحته في الصغر حافظت عليه في الكبر إبه كذلك في العبادات في الصلاة في الصيام كذلك في الزكاة الله سبحانه وتعالى الزكاة من الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والزكاة لا تأتي إلا من الأموات أو من عروض التجارة أو من الزراعة أو من الركاز أو غير ذلك من مصارف الزكاة كما هو مقوب يأتي من خلال عمل الإنسان طب وعمل الإنسان يأتي من خلال الله يفتع عليك من خلال صحتي طيب الإنسان معه أموال ليس مطالب ليس مطالب لأن المال مش متوفر طب إنسان اكتهت في صحة وتعب وشئي كما نقول وأفر المال أوجب الله عليه الزكاة طب إلى الحج نذهب إلى الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل كما تعلمنا من الشيخنا وأستاذ من شرطي والجملة الشرطية لابد من توفر ثلاثة أكاد أول حاجة أداة الشرط فعل الشرط جواب الشرط من استطاع أداة الشرط وفعل الشرط إليه سبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وبالتالي الاستطاع هنا ثلاثة استطاع بدنية مالية أمنية إذا ما توفرت هذه الاستطاعات الثلاثة واجب على الإنسان أن يحج إذ لم تتوفر إلي هذه الاستطاعات ما أوجب الله عليه لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع طيب أنا عندي استطاعة مالية وأمنية الطرق موهدة وغير ذلك ما عنديش استطاعة بدنية حينما أذهب إلى الحج أوجب الله سبحانه وتعالى عليك الحج مرة واحدة في العمر مرة واحدة ذهبت إلى الحج وحينما ذهبت يجوز أن تؤدي المناسك أن تطوف وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت جالس وأنت على كرسي أو غير ذلك أليس هذا من باب الحفاظ على الإنسان؟ صحيح طب الإنسان لا يستطيع أن يغادر مطلقا لمرض شديد إنسان قد حج عن نفسه يحج عنه تبع علمنا هذا تيسير ليس ده مرض حفاظ على صحة الإنسان؟ صحيح لم يفرض ربنا لابد للإنسان أن تذهب أنت بنفسك أنا لا أستطيع لمرض شديد به أو لعدم التحرك أو كذا أو كذا أو كذا لكن عندي من الأموال وكذا وكذا الله سبحانه وتعالى أوجب عليك هذا ويكون بأداءه عنك غير نعم وبالتالي صحة الإنسان نعم أمرنا الله سبحانه وتعالى أن يحافظ الإنسان على صحته في الصغر وفي الكبر سواء كان في العبادات أو في المعاملات سواء كان في حياته أو حتى بعد مماته يقول لك بعد ممات خلاص قد يالأمر لكن الله سبحانه وتعالى حرم وهذا أمر لابد أن ننتبه عليه حرم أن الإنسان حينما يذهب إلى أخراه فحرمته ميت كحرمته حي سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه سيعود بعد ذلك الله سيعيده مرة ثانية وبالتالي لا يصح الإنسان أن يكثر عظمة أو كذا أو كذا أليس هذا من باب الحفاظ على الإنسان كلية؟ هذا تكريم للإنسان ومما يعني يجعلنا ننتبه إلى هذه القضية أن نتكريم لجميع الناس ولقد كرمنا بني آدم يبقى الإنسان لا بد له أن يحافظ على صحته لا بد للإنسان أن ينتبه جيدا إلى الخير الذي يعود عليه وعلى نفسه وعلى أسرته وعلى عائلته وعلى ما ينفعه وأن الإنسان دائما لا ينشغل بالظاهر وإنما ينشغل بالباطن فلن الظاهر والله له الباطن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور ولذلك أختم كلامي لقد سمع الشيخ الرقي عن سيدنا النيناني فسافر إليه سفر طاعة والسفر للقاء الصالحين وللتعلم منهم أمر محمود فلما سافر إليه وجده يتوضى بجنب بجوار البيت مسجد يتوضى فلما انتهى من وضوئه أو نظر إليه وجده لا يحسن الوضوء دقك النظر معي فقال قطعت كل هذه المسافة من أجل رجل لا يحسن الوضوء فلما انتهى الشيخ النيناني ذهب فلما ذهب الشيخ الرقي ليتوضى هجم عليه أسد فلما هجم عليه ذهب مسرعا إلى الشيخ النيناني فنظر إلى الشيخ النيناني إلى هذا الأسد وقال له أسكت يا أبا الحارس ألم أكن لك لا تتعرض لأضيافي ثم نظر إلى الرقي وقال له انشغلتم بالظاهر فخاف منكم الأسد وانشغلنا بالباطل فخوف الله من الأسد سبحانه الله سبحانه الله سبحانه الله فحينما تنظر انظر إلى هذا الإنسان حتى وإن كان مريضا لا تنظر إليه نظرة افتقار أو كذا ولكن انظر إلى النعم التي أعطاك الله إليه وأمرك الله بالحفاظ عليها لا تنشغل بالناس فالارتكان إلى الله نور صاطع سبحانه الله والارتكان إلى البشر ذل قاطع سبحانه الله إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي من لدنك توبة واغفر ذنوبي فإنك غافل الذنب العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فتح الله عليكم فضيلة الشيخ حازم جلال والحقيقة من حديث الديوف الكرام علماء الأمة نستقي جواهر الكلام أنه لابد أن نتدبر القرآن الكريم تدبر وافي وشافي وكامل وأن نعيد السنن المهجورة عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام الخاصة بالحفاظ على النفس البشرية حقيقة في هذا الملتقى وفي هذه الحلقة التي جاءت تحت عنوان عناية الإسلام بصحة الإنسان لا تكفيها حلقة واحدة ولكن لابد دائما من التركيز على صحة الإنسان بشكل كامل وفي كل وقت وفي كل لحظة ولكن دائما علماء مصر الأجلاء علماء الأزر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية ينبهوا على هذا الأمر بشكل دائم وأختم حديثي بحديث المصطفى عليه الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة لا تستهين أبدا بهذه الصدقة التي تطفئ غضب الرب أشكر ضيوفي الكرام الأستاذ الدكتور رمضان حسان أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بجماعة الأزهر الشريف والشكر موصول لفضيلة الشيخ حازم جلال إمام مسجد الحبيب المستقى مشاهدين أنتهت هذه الحلقة من ملتقى الفكر الإسلامي على موعد بإذن الله مع حلقة أخرى من هذا الملتقى الذي نحاول أن نعيد إليه الفكر والتدبر وأيضا القراءة الصحيحة لأمور كثيرة السلام عليكم ورحمة الله